المٹش الجيل ان شاء الله نشوفه مع الريباطة مع جماعة المروك مع الكولاسة كاين هاو الكولاسة كاين كولاسة 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 تكون يا اخي ستورته مع المغرب صعيبة بزا اي مMary بيجمع بابين فريق جزائري وفريق مغربي لازم تلاقيك كولاسة وحنا هنلعب مع الكوليس ونشوف المغرب هيكولس علينا والعادة اللي احنا ما بنشوفش غيرها باي م rectang هيجمع ما بين الفريقين أما بين فريق من الجزائر وفريق من المغرب لازم أتلاقي كلمتين دولي الكولاسة والكواليس نحن مش عرفنا من اللي في الدنيا اللي احنا فيها دي والله يكون فعلنا وحاجة يعني ما يعلم بها الله ربنا من كوكب لالا وكل العاملين والعائشين والمنتمين إلى كوكب لالا أود التأكيد أن الجزائر قد دفعت من أجل استقلالها ثمن باهدا طيلة كفاحها التحرري استشهد خلالها خمس ملايين وستمائة وثلاثون ألف شهيد ايه يا جماعة هو الرقم بيزيد كل يوم ولا ايه أنا فاكر والله الله رحمه الرئيس جمال عبد الناصر المليون شهيد فيه ايه يا جماعة بقوا خمسة مليون امتا مش هما آخرها دي كان آخر احتلال ولا ايه أنا مش عارف زادوا بقوا زاد عليهم اربعة مليون وشوية امتا جم امتا دول ولا دول في زلازل ولا ايه ولا في حوادث والله مش قادر انا عايز اعرف بس عشان انا بحيب ادرس التاريخ واعرف التاريخ وبقى راجل مثقف انا راجل خريج اعلام فبقى بقى مثقف فانا عايز اعرف العدد ده بس عايز اعرف الرقم الحقيقي لان انا اللي عرفوا انه مليون شهيد ده اللي عرفوا ولهم كل الاحترام والتقدير ولكن هما بقوا خمسة مليون ستمائة سبعة وسبعين ألف اتنين وخمسين تلات تلاف امتا يعني بجد امتا الرقم ده جاي امتا يا جماعة هما بيزيدوا ازاي يعني عايز اعرف بس هما بيزيدوا ازاي يعني امتا اه اه فحادثة وعشرين الف ماتوا تسمم خمسمائة الف ماتوا عادي موتت ربنا اه اه تمنمائة الف عايشين اصلا ما ماتوش بس هما اعتبروهم منهم برضو يعني ضفوهم عليهم اه بيزودوا العدد اصلا موضوع غريب جدا موضوع انه الرقم بتغير ده ده انا عايز انا مش عارف فيه عايز احفاظه بقى دلوقتي خلاص وقفنا عند خمسة مليون ستمائة سبعة وستين الف خبزة تونس اه هي ميش تونسية جزائرية بالصح لا تونس كمان لا يكون فعونكو اتوانسة الموضوع طالكنتو كمان والموضوع ده طالنا وطال المغربة بس طال المغربة اكتر ناس يعني اكتر ناس تضرروا من هذا الموضوع المغربة وبعدين احنا قالوا الاهرامات وابو الهول وحاجات كده انتو دلوقتي بقى يعني الدور جي عليكو اتوانسة ها برشا برشا من سمية على اسم السيدة اللي خدمتها اللولة لي اسمها تونس اه اه يعني اه يا جماعة الكلام ده يا جماعة يعني انا ينفع النهاردة ااجي اخب مسلا ايه مدينة الجزائر اقول عليها بتاعت مصر ليه اصلا كان في واحدة عاملها اسمها الجزائر مش عاجة اسمها كده يعني ايه تونس دي اه اه اكلة او الخبزة التونسية دي اه او خبزة تونس دي جزائرية ليه يا بنتي اصلا احنا اللي كتشاغل عليها اسمها تونس وهي جزائرية سهلة كده انتو اي حاجة بتقولوا انا عارف ان اي حاجة بتتقال والله تعفوا باللي جزائرين يسموه بذلك اسمها تونس فقولت اسمها خبز تونس وليه مسميناها تاني خبز البي طب معت اذنوك ما جامعة بش هستش هدت بحاجة غريبة جدا يعني قالت انه الجزائرين كتاب قوي بيسمو اسم تونس على الستات وفيه ستات في الجزائر اسمهم تونس يا ريت والله يكتابونا في التعليقات لو موجودين عشان بس نتأكب من وجودهم وبعدين هل ده معناه انه اي حاجة تونسية يبقى اسمها تونس ما هو لو حضرتك مشيتي بالمبدأ ده يبقى لو واحدة اسمها تونس يبقى اصلا تونس جزائرية كلها بقى ما هو ما فيش حاجة اسمها كده حضرتك المال الدنيا ما بتمشيش كده يا جماعة انا جالي حاول في بماغي بقى من التكلم ده يا مادام حضرتك موزيعة في الاعلام عيب تبقي بتقولي بترويجي الحاجات غريبة كده يعني ان النهارده لو لقيت واحد في مصر اسمه مصري يبقى مصر بتاع توب ما فيش حاجة اسمها كده والله الامور ما بتمشيش بالطريقة دي حاول انك ترأي ربنا سلوها في الكلام اللي انت بتقولها عشان احنا دماغنا اختلت احنا لنا الله في كوكب لالا وفي اللي بنشوفه من كوكب لالا تعكس في وقت شاد البن جديد للجزائر اصبحت يسلح صحراويا نعم كنا ندربوهم وكنا ندعموهم باش يروحوا يخوضوا معالب حروب وخاضوا حروب حروب ايه عموهم عارفين يمشوا عرجليهم لما يخوضوا مين دول اصلا يا ابني ده عجميلات ده لو جبت عجميلات ناس من عجميلات كده يدوم على قفاهم مش محتاجين نعمل جماعة يعني ونلم الناس وكده لا خالص هم خمسة ستة من على اول الطلبية عندنا يدوم على قفاهم ما فيش مشكلة وبعدين ده انتعد اعتراف رسمي انه الجزائر دعمتهم واعتراف رسمي انك بتدعم جماعات انفصالية لا حول ولا قوة إلا بالله ده كوكب لالا الجنن خالص الحدود لن تفتح مع المغرب حتى يقدموا اعتذار رسمي وعلني مش اعتذار تحتها بالاعتذار علني يعني هم اتهمون اتهمات باطلة لازم يعتذروا رسميا المغرب هو اللي اتهمكو اتهمات باطلة لا حول ولا قوة إلا بالله المغرب هو اللي اتهمك اتهمات باطلة والمغرب هو اللي عايز يقسم ارضك والمغرب هو اللي بتدخل في شؤون الداخلية بتاعتك والمغرب هو اللي كل يوم يطلع ياخد حاجة من حاجتك وقول عليها بتاعتو انا عارف انا انت عايز تقول ايه واعتزر لي مين اللي يعتزر لك مين اللي يعتزر لي مين انا عايز عارف يا جماعة البجاحة دي الناس دي بتجيبها منين مين اللي مفروض يعتزر لي مين اللي قال لك اصلا ان المغرب قاعد مستنيك تفتح الحدود يعني المغرب خسر عندما قفلت الحدود في كوكب لال المغرب خسر لا يريد شيء بالعكس لأنه كان كل الناس من عندك وهي اللي بتروح المغرب والله ليس العكس فأنا مش عارف ميلا قالك أننا مستانيين فتح الحدود يعني وبتتشرط علينا كما نعتذر الأول لكي نرضى أن نفتح الحدود لا افتحها بقى قبل أن نرفصوا النبي وعلنيا بخطاب رسمي للملك المغربي يقول أعتذر من الشعب الجزائري ثم ندخله في المفاوضات ثنائية للوصول إلى حل يرضي الطرفين مش عارف ميلا قالك أن احنا عايزين نرضيك احنا مش عايزين نرضيك أصلا ولا عايزين نرضي كوكب لالله ولا يفرق معنا كوكب لالله خالص ولا يهمنا خالص فأنا مش عارف ميلا قالك أن احنا ببناء يعني مستنين عدب نفكر زي نرضيك ده أول حاجة ثاني حاجة ملك المغرب يعتذر لمين يا ابني انت عبيت يا ابني ملك المغرب وجه لكو أكتر من خطاب قبل كده اتكلم بمنتهى الزوء والأدب والأخلاق على الشعب الجزائري وقال ان احنا مش عايزين مشاكل ده مرضى واثنين وثلاثة قدامي وقدام العالم كله وانتو برضو ما تراجعتوش عن اللي انتو بتعملوه ومصممين ان انتو تمشوا في نفس السكة فأنا مش عارف انت عايز ملك المغرب يعتذر لمين يعتذر لمين يا ابني فوق يا ابني وقفنا مع الشعب الصحراوي منذ 1976 ونحن مع الشعب الصحراوي الى يوم القيامة الى يوم القيامة الذي يعتقد ان الجزائر ستتخلى عن القضية الصحراوية او تعطي ظهرها للصحراويين انما يحلم بيحلم اللي يفتكر ان الجزائر هتتوقف عن محاولات تقسيم المغرب يبقى بيحلم قصيما اسمها مش اللي هو قاله وهي الصح بتاعتها انه اللي يفتكر ان الجزائر هتتوقف عن دعم ناس انفصالية عشان يقسموا المغرب اه مش هيحصل يبقى بيحلم يعني ده حلم بالنسباله الراجل ده عيش في اوهامة جماعة هم بيقولوا بلسانهم ان الجزائر هتستمر في اللي هي بتعمله ده وبعدين بصراحة انا مش عارف يعني ايه الشعب الصحراوي انا مشوفتوش ايه الشعب الصحراوي ده يعني انا تماشى في الصحرا عندنا في مصر اناس عايشة مثلا في خيم ولا حاجة اقول عليهم الشعب الصحراوي مفيش حاجة اسمها كده ده غير انه الناس اللي عايشين في الصحراء المغربية ناس عايشين في مدن جميلة جدا زي مدينة العيون وانا شفت المدن دي وصورها وافلامها شفت فيديوهات وصور يعني بتثبت قد ايه المدينة دي بدأت تتعمر واناها اصلا عمرانة واللي عايشين فيها مغربة وتحت الحكم المغربي اللي بتفرج علي يا جماعة ومش مغربي يفتح كده على جوجل يتفرج على جمال الصحراء المغربية والمدن اللي في الصحراء المغربية اللي الجزائر هتلعب فيها في كاس الامم الافريقية الفين خمسة وعشرين وتعترف بمغربية الصحراء غصبا عنهم لن تثني الجزائر عن موقفها الثابت والصريح وهو مساندة الشعب الصحراوي يا ابني من الشعب الصحراوي ده انت بتحلم يا جماعة وانتو في ايه يا جماعة يا جماعة مال كوكب لا الله ايه الشعب الصحراوي ده حبيبي انا مينفعش انزل النهاردة مثلا اتماشى بمركب على النيل مثلا الاقي ناس قاعدة على ضفاف النيل مثلا عايشة وبانيا بيوت صغيرة واقاعدة فيها هو ماقول ده الشعب النيل مفيش حاجة اسمها كده يعني ايه واحد مش مغربي طالع بيقول على ناس عايشين جوه المغرب ان ده شعب مش مغربي ازاي طيب يا جماعة ايه الحشرية دي يا جماعة انا ما شفتاش قبل كده حد فيكو شاف حشرية زي كده قبل كده والله ما شفت ولا هشوف لانا الله في كوكب لا الله لا الله غري قلقني هذك الجزائريلي يبدأ يقارن في البنية التحتية بتاع الجزائري مع المراكب لا علاقة انا رحت للمراكب مقسمه بالله العظيم غلى علاقة تدقى على ملايين كيلومترات من الطرق المعبدة اللي كان في الزائر بزوج ميتة هو طبعا لا مقارنة ما بين البنية التحتية في الجزائر والبنية التحتية في المغرب يعني لا مقارنة انا شفت انا طبعا عمري ما رحت قبل كده للجزائر ولكن انا رحت المغرب مردتين والتالتة جاية ان شاء الله فلما ببص كده وبمشيت في الشوارع والمباني وجمال المدن شفت حاجات جميلة جدا يعني ما اعتقدش انها موجودة ابدا 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 في الجزائر والكلام ده ما يقللش من الجزائر ولكن ده الصراحة الحقيقة اللي هم مش عايزين يقولوها ومش عايزين يعترفوا بيها افتكر انه مرة كانت مدرسة الاسباني بتاعتي كان اسمها ماريا عندها متجوزة وعندها بنت صغيرة ولد وبنت وكانت بتديني هنا في ثربانتس في القاهرة وكنت باخد معها الكورس يعني واتكلمنا بالاسباني عن التجارب اللي هي مرت بيها فيالتلي انها كانت بتشتغل والله يا رتي كده انها كانت بتشتغل في فربانتس في الجزائر وان كانت بتستغرب جدا من سلوك الناس مع ابنائها في الشارع بتقول كانوا بيضربوهم وبياخدوا منهم حاجتهم بطريقة غير طبيعية قلت لها طب هل شوفت ده في مصر على فكرة ده موجود اكيد في مصر ولكن بنسبة قليلة يعني هتلاقي زي اي بلد في العالم في بعض الناس كده تليوم ايه فيهم عنف كده شوية ويحاولوا انهم يعتدوا على غيرهم ولكن القانون بيجيبهم في ثواني فقالت لي انها في الجزائر تعرضت لده لحد ما هي استقالت من ثربانتس الجزائر ورجعت هنا مصر فقلت لها طب حسيت يبدأ في مصر قلت لي لا ما شوفتوش ولادي بيلعبوا عادي في الشارع وبتصحبوا على ناس وعادي مفيش مشاكل فغير حتى البنية التحتية اللي موجودة في المغرب اللي بتختلف تماما عن البنية التحتية في الجزائر اكيد فيه كمان السلوك والتعامل مع الناس والحاجات دي اللي الناس كتم بتعرفهاش فالقصة مش مختلفة بس ما بين المغرب والجزائر او المغرب وبلاد كتير التانية في البنية التحتية بس وان المغرب افضل والشوارع انضف بسم الله ما شاء الله ولكن القصة كمان في التعامل بتاع الناس في الزوق بتاع الناس في الاخلاق والتعامل مع الضيف في عدم سرقة التراث في عدم التدخل في اراضي الغير في عدم محاولات دايما سرقة التاريخ ويقولوا ان هو بتاعهم الناس شبعانة وعندها تاريخ وعندها تراث وعندها حضارة فمش محتاجة انها تسرق حاجة من حد فالاختلافات ما بين المغرب واي بلد تاني اختلافات كبيرة جدا مش اي حد كده يروح المغرب وروح البلد التاني ده هيعرف انه فيه فوارق كبيرة ولنا الله في كوكب لالا